السلام عليكم و مرحبا بكم معي في قناة مونو و عاد سافان اتمنى الفيديو جاي يلقيكم على خير و بخير فاليوم جيت ندير معكم هاد الخبزة ها دي كتجي عامرة بالحوشوة زوينة صراحة و الديدة و خبزة كتجي رتبع و كتجي لها تشكل هدا محمرة على برة و شكل جاي لها زوين الخارجي و حتى المدق اخذيها لها كي يجي زين بزاف فخليكم معايا و نبدا مباشرة معاكم في المقادر نبداو بالحوشبة هي اللولة اه باش كنخلي هاتي برد من بعد كندير هنا واحد نسكاس زيت اه زيت الماء ايضا و كنضيف عليها بصلة واحدة اه كبيرة اه مقطعة على هاتي الشكل هدا و كنخليها شوية كتتشحر معنا ماشي بزاف غاي شوية باش كنضيف عليها الفلفل من بعد ما خليناها اه تشحر شوية كنضيف عليها الفلفل انا هنا قدرت فلفل واحدة فلفل اخضر واحمر و اصفر تقدروا تديرو الفلفل متواجد عندكم فضار تديروه فلفل تقدروا تديروه الفلفل اخضر فاللي متواجد عندكم فضار تقدروا تديروه اه و كنضيفهم على البصلة و كنخليهم مع بعضياتهم اتشحروا حتى كي دباله عندي عاد كنضيف المتبقى من الحشوة من بعد ما تشحرت الفلفل اخضر اللي عندي كنضيف عليها صدر الدجاج انا اضرت عنا 300 قرام صدر الدجاج مقطع طريفات صغير و رين ما تخليش طرفة كبار باش ما يتقطعش عندك العجين و باش كي يعتوح تشكل زوين فديري الطريفات اه حول يتقطعهم طريفات صغير و رين و ندر 300 قرام تقدروا تديروه اكتر تقدروا تديروه قل حسب الاشخاص و حسب الكيميا اللي عندي كون في البدار من بعد كنضيف حبات مطيشة او حبة كبيرة مطيشة بقطع طريفة صغيرين اه و كنبدأ ندير التوابين عندي هنا سمعيلقة صغيرة خرقوم ومعيلقة صغيرة عامرة فلفل احمر والبابريكا ومعيلقة صغيرة او نص معيلقة عفوان صغيرة الفلفل الاسود ومعيلقة صغيرة عامرة ملحة وكانوا هده هم التوابل اللي نحتاج في هذا الاوكلة ديانا كي اللي كاي بغا يضافك نور داع الدجاج تقدروا تضيفوه لكم الاختيار وهي كتجي غيب التوابل كتجي اه بنينة يعني بلا ما كتديرت الكنور او شي حاجة وكان وكان ديف معاقتان كبيرتان جالا القصبر ومع دنوس ورس معيلقة صغيرة جي الاهريسة خشيارية اللي بغي ديرها اللي ما بغيش يديرها تقدروا تستغنوا عليها جوج معالقة صغيرة عامرين با اا اا متشات الحك او معيلقة كبيرة عامرة كتعطيه حنكها زوينة واللون حتى هو كتعطيه زوين. وكنخلي والحوش واليان نكتب. من بعد ما كتب كنرجعوا عندها كنضيفوا عليها الفرماج. كنضيفوا الفرماج. اضيفوا الكيميائك قليلة. اضيفو الكميائك الكثير اضيفو الأول في حشوة. و الوضع فشكة الخبزة زيادة. فان دهت قليل. وكتب كنشران مباشرة للعجين نضيفو 500 جرام الدقيق لبيض. و خامرة الحلوية او خمرة الكيموية ساشي وحدة و ثلاثة الملاعق زيت المائدة و خمرة الخبز معلقة كبيرة حبيبات معلقة كبيرة معلقة كبيرة سكر سنيدة ونص معلقة صغيرة ملحة و معلقة كبيرة زبدة بحرارة المطبخ و نجمع العجنة بالحليب ما يعادل تلتمائة او ربعمائة ميلي لتر حليب نفضل الحليب اللي يريد الماء فانا نفضل الحليب كيكون دافئ ما يكون لبرد ولا سخون كيكون دافئ من بعد كان حصلوا على هاد العجنة هادي كي تجي مرتبة ما قصحة و كنخليوها ترتاح من بعد ما ارتحت لنا العجنة و كن بدون ندلقوها كرا شوش يطقيق و كن بدون نخرج بهذاك الهواء اللي فيها و كنخليو حتى الحوشو دينا كنخليوها تبرد من بعد ما كتكون طابت من بعد ما خيرنا الهواء che نقسموها على كريتان من بعد ما خرجنا الهواء اللي فيها كن قسموها على كوريتان الأولى كتجي صغيرة و التانية كبيرة شوية في الحجم كيكون الحجم مختلف بيناتهم وحدة كبيرة وحدة صغيرة فكان بدهو بالصغيرة هي الاول وكان احتفظو بالكبيرة لجانب جانبا من بعد كان اخدو الصني اللي غادي نديرو فيه الخبزة ديانا او الوكلة ديانا او اللي يبغيتو تسميوها فكان ندهن الصني ديانا بالزبدة وكان راش عليه شوية دقيق ونحاول انه ندلك العجينة ديانا بالايدي ديانا على شكل دائري لان نوخه كدلكيها بالمدلك ما كدتك الشكل دائري ميشان ونحاول انه البلايس اللي اه دلكتهم بزاف نحاول انه نعمرهم نعطهم سمك العجينة نعطيها سمك واحد اه كتجي ما رقيقة ما كتجي غليظة ما كتجي رقيقة يعني كتجي متوسطة الا درتيها رقيقة بزاف اه غاديت العجينة من بعد ما كتطيب وكل شي غاديت تبقى تقطع عن ديك التحت فالا درتيها غليظة احوش احنا غاديتجي شوية قاسحة فهي كتصراحة كتجير طبع يعني ما كتجيش قاسحة نهائيا كتجير طبع العجينة ديانا وانا اصلا غاديت تطيريها بالفورشات بحال هكا يعني تطقي بها بالفورشات على هالطريقة هذي قبل ما كتدري الحوشوة من بعد كناخد الحوشوة ديانا كنحاولوا اننا نصفيوها بالمعلقة اه على هات الشكل هذا وكنصفيو الحوشوة ديانا كناخدو غالحوشوة اه وكننا نحاولو اننا نديرو الكامل الجوانيب ما نخليو التبلغ صخوية وفي نفس الوقت كان دلكو بالمعلقة ديانا وما كان ديروش كيميه كتير بزاف يعني كان ديرو مرة واحدة معلقة واحدة ما كان ديروش معلقة فوق معلقة ما كان عمروش كيميه فوق كيميه وكنصرحوها على هات الشكل هذا ترجمة نانسي قنقر فمن بعد ما كان ساليوه بالحوشوة ديانا كاملة كان نضيفو العجينة اللي كنا اه قدرنا خليناها قبل بالحجم ديالها الكبير فكان جي كبيرة على العجينة اللي عدنا التحت وكنحاولو اننا نطويوها على هات الشكل هذا يعني كان ناخدو التحتانية كان طلعوها بيدنا وكنديرو الفوقانية اه كان حاولو انها نطويوها قعمل التحت وكنستمرو على هات الشكل فكان نظن ان الطريقة سهلة ومشي صعيبة فقط تركيز وكنتبعو كامل الجوانيف على نفس الطريقة وفاش كان نتاعي وكان نتلكوها على هات الشكل هذا نحاولونا نتلكوها شوية مشي بزاف باش ما تنتقبلناش العجينة ديالنا نتلكوها على شكل دائري باش كي يجي شكل ديالها مستاوي كسب المقادر كل شي غادي نخليه لتحت في صندوق الوصف بالحوشوة وبالعجينة اللي عندنا كل شي غادي نكتبوه لتحت في صندوق الوصف اخيرا اخديت هنا بيضة واحدة وضفت عليها القليل من سكر ساندة وكان ندهن لجميع الاطراف والجوانب ديال الخارجية ديال العجينة ديالنا او الخبزة ديالنا المعمرة وكان نخليها حتى كتقرب انها الطيب يعني حتى كالطيب كان بغي نخرجها وكان رش عليها للفرماج محكوك من الفوق باش كي يعطيتك الشكل ديالها النهائي واللي بغي يدي الفرماج في الحوشوة الداخل يقدر يضيفو لكم الاختيار كل واحد وشنو اللي يعجبو الفرماج الداخل يقدر يضيفو انا ما درتوش درتو القليل جدا في الحوشوة فقط فكان استمر على هالطريقة كان ندهن جميع الجوانب ومن بعد كان ندخلها الفور على 180 درجة كان نشعلي عليها من التحت في الاول وكان نعود ان من كان نشوفها انها بدت تكتب لي من التحت كان نشعلي عليها من الفوق ومن التحت وكان شكرا على التتبع ديالكم وبصحة والراحة اشتركوا في القناة